أبو إبراهيم يسأل عن فضل يوم عرفة أخوي الفاضل يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا اليوم يوم عظيم والله جل وعلا عظم هذا اليوم و يباهي بالحجاج و بأهل النسك الملائك يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم و يقول انظروا عبادي أو ما أراد هؤلاء و هذا من باب تعظيم حالهم و بيان ما هم عليهم من الفضل و لذلك هذا اليوم من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى و من أفضل أيام الدنيا مع عشر ذي الحجة و النبي عليه الصلاة و السلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة و خير ما قلت أنا و النبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير و أيضا النبي عليه الصلاة و السلام أخبر بأنه ليس هناك يوم يعتق الله جل وعلا فيه من النار أكثر من يوم عرفة يعتق الله جل وعلا خلق عظيم من النار في يوم عرفة و سن صيام يوم عرفة النبي عليه الصلاة و السلام أخبر أن صوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين كاملتين يكفر الذنوب سنتين كاملتين و لذلك هذا اليوم من أعظم الأيام يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة و أن وفقه الله عز وجل و فسح في أجله و مد في عمره و أدرك هذا اليوم يستثمره في الطاعة و لذلك أهل الإسلام كلهم في هذا اليوم في عبادة و في طاعة أما الحجاج فهناك في عرفة و أما غير الحجاج ففي صياب و في ذكر و في دعاء و في تأله لله سبحانه و تعالى و إلا من يعني كان مغموصا و زاهدا بهذه الطاعة و بهذه العبادة نسأل الله السلام و العافية و لذلك هذا اليوم يوم عظيم يوم يعني أهل الإسلام جميعهم يشاركون بهذه العبادة و بهذه الطاعة اشتركوا في القناة